شاركت السيدة انتصار السيسي قارينة رئيس الجمهورية في احتفالات اليوم العالمي للمرأة تحت الشعار المرأة المصرية أي قونة نجاحة هذا وأعربت السيدة انتصار السيسي عن سعادتها البالغة بالحديث مع سيدات مصر الملهمات السيدة انتصار السيسي حرم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بسم الله الرحمن الرحيم أولاً مرحب بكم مبسوطة جداً وسعيدة بكم نمازج جميلة ومشرفة في مبادرات كتير يمكن ممكن تكونوا تسمعتوا عنها زي مبادرة دوي ونورا المبادرات دي بتقدف ان هي توعي الفتيات تخليها تبقى متمكنة من ان هي تقدر تقف قدام التحديات للمواقف اللي ممكن هي تتعرض لها احنا فكرنا في العامل النفسي للسيدة الرئيسي وده يجي ازاي؟ يجي بان احنا نوعيها نوعيها ونعرفها ازاي هي تعيش حياة كريمة يبقى عندها وعي وإدراك ازاي تربي ولادها ازاي تحط في ولادها حب الرياضة ازاي ان هي تتخذ نظام صحي لولدها ان البنت لما تيجي ترتبط لازم تتأهل الأول قبل ما ترتبط تبقى هي عارفة كويس هي ايه هو الزواج ايه هي مسئولياته ازاي تدير بيت ازاي هي تتعامل مع زوجها ازاي تتعامل مع طفلها حاجة كمان احنا قلنا ان احنا عايزين استتة الريفية تقدر تعمل عمل تعلمها نيكي بقى لدور الرائدات الرائدات بصراحة معانا هم همزة الوصل لان احنا ما نقدرش نلتقي بكل السيدات الريفيات ففكرنا في فكرة ان احنا يبقى لينا في كل قرية ناس منها من داخل القرية يكونوا هم دول الرائدات اللي احنا بنلتقي بيهم ونشوف مشاكلهم ونسمعها ولو في قدينا حل من احنا نقدر نحله بنحله مع بعض مبسطة بيكم جدا مسعيدة بيكم شكرا كل عام وسيتك بخير وخالص الشكر والامتنان لدعمكم الدائم لقضايا المرأة والفتاة المصرية حزيت مبادرتين نورة ودوي لتمكين فتيات مصر برعايتكم الكريمة العام الماضي كما حزيت المبادرتين بمتابعتكم الدقيقة الدائمة لهذا الاطار الوطني الهام الذي يأتي في إطار أهم مشروع تنموي تشهده مصر في تاريخها وهو المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وفي هذا السياق فقد تم إطلاق مبادرة دوي للفتيان كما قررت سيادته بعد أن أثبتت اختلافها ونجاحها مع الفتيان الستات ملهمين مؤثرين جدعان مكافحين صحاب رسالة مش قلتلكم مش محتاجين يثبتوا أنهم موجودين ببساطة هم نص الدنيا بنشكر حضرتك جدا بنرحب بيكي بنقولك كل سنة ونطيبة على الإتاحة الجميلة أننا نكون قدامك النهاردة ونقدر نتكلم عن تجربتنا بكرت في عمل أول جمعية متخصصة علمية لزاول الاحتياجات الخاصة في محاوز السويس جمعية الصفاء دلوقتي المركز بيخدم فوق 150 طفل من زاول الاحتياجات الخاصة موفر عمل لأكثر من 55 أخصائي مدربين إحنا مدربين في المركز معانا أول مركز متخصص لتدخل مبكر من عمر يوم بشتغل فيه أنا وفريق عمل متخصص بشتغل مع طفل عمره وشهر ونتكبر به أنا أستاذ مخو أعصاب في جامعة عن شمس ومسؤولة عن عيادة أعصاب أطفال في الدمرديش وعن شمس التخصصي ومستشفى أطفال مصر للتأمين الصحي في السيدة زينب بعالج الأولاد من زاوي القدرات أنا عندي ثلاث أولاد يشاء ربنا أن البنت توقم الولد الكبير تبقى من زاوي القدرات البنت الحمد لله بطلت سباحة على الجمهورية محقق الأسبوع اللي فات أربع ميداليات هي أول بنوتا دمج في الكونسرفاتور وأملي إن شاء الله أنها تبقى أول مغنية أوبرا من زاوي القدرات متعددة الإعاقة من مصر بإذن الله في ظل دعم سيادتكم والدولة لزاوي القدرات أنا دخلت مدارس والصم أنا في مدرسة الأمل والصم بالزاقذي دخلت في وسطهم قالوا لني هنعلمك بس يتعلمي زي ما نعلمك صح تعلم الناس صح بشكر حضرتك جدا 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 أنت ست جميلة وبنحبك قوي ست مصرية بسيطة وجدعة وأم والآن نتشرف بدعوة السيدة انتصار السيسي حرم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لتكريم عدد من الأيقونات والنماذج المصرية الملهمة ترجمة نانسي قنقر الأمسلة الجميلة اللي بتكافت زيكم وإحنا نفسنا نقول للدنيا كلها ومصر كلها إن فيه ستات مش هنقول بألف راجل لا دي بالدنيا كلها ربنا يوفقكم ودايما يا رب اسمع عنكم كل خير وكل سارة أنتوا طيبين بمناسبة رمضان وبمناسبة عيد المرأة وإن شاء الله نتقابل تاني وكلنا نصيب إن شاء الله كم سارة أنتوا طيبين شكرا شكرا